من جانبها أعرب الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيت لوزيرة شؤون الخارجية والتجارة الخارجية والمؤسسات التقافية في بلجيكا حاجة الحبيب عن تقديره لمواقف بلادها حيال القضية الفلسطينية وآخرها تصويت بلجيكا لصالح قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة وصوتت بلجيكا لصالح الدعوة لتطبيق هدنة إنسانية في غزة مشيرا إلى أن الموقف البلجيكي يعكس المبادئ العادلة عكس ما تمارسه بعض الدول من معايير مزدوجة تجاه الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة وسياسة العقاب الجماعي التي ينتهجها جيش الاحتلال والتي ترقى لمستوى جرائم الحرب كما أعرب الطرفاني خلال اللقاء عن رفضهما لسياسة ترحيل السكان في غزة إلى دول الجوار والتهجير القصرية الذي تمارسه دولة الاحتلال على سكان القطع اشتركوا في القناة